مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم أعلن الحوثيون استهداف سفينة حربية أمريكية بخليج عدن في عملية قالت أنها تأتي ضمن الإجراءات الدفاعية لليمن ومساندة الشعب الفلسطيني وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أو في بيان قالن سفينة المستهدفة التي من ضمن مهامها تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية جدد الناطق العسكري باسم الجماعة تأكيد الاستمرار في استهداف سفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي المحتلة وردا على ذلك نقلت وكلة أسوشييتا دي بريس عن مسؤول في البنتاجون قوله إن الولايات المتحدة لم تتلقى معلومات عن هجوم للحوثيين على السفينة بولر في خليج عدن وقال إن السفينة تعمل كقاعدة إنزال عائمة تمركزت في وقت سابق في بحر العرب كجزء من الجهود الأمريكية للحد من هجمات الحوثيين كما تعد بمثابة قاعدة متنقلة لقوات البحرية الأمريكية التي نفذت عملية في الحادي عشر من يناير للاستيلاء على صواريخ باليستية إيرانية الصنع ومكونات صواريخ كروز يعتقد أنها متاجهة إلى اليمن قالت وكالة رايترز إن الدنمارك أرسلت فرقاطة إلى البحر الأحمر للمشاركة في حماية حركة الملاحة التجارية من هجمة الحوثيين وقال وزير الدفاع الدنماركي تروليز بوليسن إن هذا الإجراء يأتي في إطار عملية حارس الازدهار التي تم تشكيلها الشهر الماضي بقيادة الولايات المتحدة مؤكدا أن بلاده تتحمل مسؤولية المساعدة في الدفاع عن حرية التجارة العالمية كشفت مصادر مصرية أن الحوثيين رفضوا طلبا من القاهرة تضمن خفض عملياتهم ضد السفن التجارية وذلك في إطار تخفيف وطأة التأثيرات السلبية على قناة السويس نقل موقع العربي الجديد عن مصادر مطلعة قولها إن القاهرة أجرت اتصالات مع قيادة الحوثيين عبر قنوات أمنية بالتنسيق مع إيران دعت فيها إلى خفض مستوى العمليات العسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المند وأوضحت أن المسؤولين في القاهرة اقترحوا على الجماعة أن تكون عملياتها متقطعة وغير منتظمة مع إعلان ضمانات بعدم استهداف السفن غير المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها حذرت الحكومة من التحركات العسكرية الحوثية باتجاه مارب وشبوة والجوف قائلة إنها تنظر بنصف جهود التهديئة وإحلال السلام وقالت في تصريحات أدلى بها وزير الإعلام إن التقارير الميدانية تكشف أن الجماعة تخطط لشن عملية عسكرية في محافظتي مارب وشبوة للإطباق على مدينة مارب من جبهتي العلم شمالا والبلغ الشرقي وحريب جنوبا بالتزامن مع هجوم واسع على مديريات بيحان بشبوة نهاية الموجز إلى اللقاء